المعدة هي عضو رئيسي في عملية الهضم حيث تفرز الأحماض والإنزيمات لتكسير الطعام تمتص الأمعاء الدقيقة العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات والمعادن من الطعام تمتص الأمعاء الغليظة الماء والأملاح من فضلات الطعام لتكوين البراز يزيل الكبد السموم من الدم وينكج مواد كينيائية هضمية مهمة مثل الصفراء يطلق البنكرياس انزيمات الهضم في الأمعاء الدقيقة مما يساعد على هضم البروتينات والدهون والكربوهيدرات اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف والماء يعزز صحة الجهاز الهضمي الجيدة ويمنع الإمساك والإسهال يساهم الحفاظ على نمط حياة صحي مع ممارسة الرياضة وإدارة الإجهاد في صحة الجهاز الهضمي ترجمة نانسي قنقر